وأكيد على راديو هتز 88.2 معنا لارا اسكندر ولارا مبروك على الزيديكي شكراً لك ماهي الأخبار؟ حسنا بريباً للموتش مبسوطة قوي كنت خايفة أنو نخوف يعني ياخذ يعني تستيق اوبر شوية بس لا يعني الحمد لله وبنسبالي يعني الفانس بتواف المس عارفهم كويس فلما شفت كله يعني الناس عارفهم وحسيت انو I'm a bit better وآهبي هنا وصحابي هنا كمان بدلوقتي يعني خلصنا السايني فحسيت كمان انو I'm just relaxed أكتر طيب برم كنت تفتقى على العادة دون الناس اللي برون العادة؟ حسناً ما كنتش عافة على التوقع يعني كنت خايفة شفاية حسناً لا يعني I didn't know what to expect especially since بقالي سنتين ما نزلتش حاجة في مصر من وقت مشنزيو وفي مشنزيو كان في ناس كتيرة فكنت خايفة انو عشان بقالي سنتين ما نزلتش حاجة في مصر كان هيفرت بس الحمد لله لا كان في ناس كتيرة قوي فكنت مبسوطة عايز أعرف منك عادتي قدية تشتغلي على الألوم وهل سنتين أنا عارف ان هم سنتين من السيدين فعادتي قدية تشتغلي على السيدين جديد وهل الوقت ده كله كنت شغالين ألا؟ الوقت ده كله كنا شغالين وابتدينا مع مشنزيو وبعد مشنزيو في شهر و شهرين سجلنا ثلاث أخياني منهم كان منات تشتغلي و كنا سجلنا مصران كما نزلتهم لكن قبل كما نزلت علينا بس ديما نزلتش حاجة لا كنا نزلتش حاجة لأعرف كنا نزلتش حاجة أخياني تانية أخرى وكنت منات بس من المترجم فلنشتغل ما ترى وكانت أخير لحزة أنا كنت بالأخير لحزة وأخير لحزة وأخير لحزة و امتلت و امتلت و امتلت فكل شيء حدث من اول ميشن يزيونه اخر ايام كانت الابطة انا عرف ان تعمل مع الرائع جوابري الياشي من تاني تعمل معه و انا عرف ان انت كتبت في الابطة انا كتبت ثلاث اخياني في الابطة والاوخنية العربي من الكلام اميرتايمة و انا كنت احبار ان اتعمل معي اميرتايمة و انا احباره و انا عرفت عليه فهو يعرف العربي بتاعي ف اعرف الكلام الكلام الحروف السعبين علي و السعبين علي فهو الكتب الاخنية حوالين العربي بتاعي يعني depending on how i can speak it و طعان جامع و امتلت كل الابطة و امتلت كل الابطة و امتلت كل الابطة و امتلت كل الابطة انهم كل الابطة و هو طعام اسمه و امتلت كل الابطة صادتي امتلت كل الابطة و امتلت كل الابطة و فهو المساعدة و انا امتلتوا حاجة مختلفة و يعني اتمنى في الالبوم الجاي او السنجل الجاي و لا بل نشتغل معاهم تاني ان شاء الله و احنا بنشوف دايما لار اسكندر بتعمل performance على الستيج بشكل مختلف ممكن دالة بيميزها عن كل الموجودين دلوقتي من الجيل اليديد او حتى الكيل اللي قابل شوية هل ممكن نشوف لار اسكندر في يوم الايام وقفة تغني اوضاع ترابي من غير performance هل ممكن تعبلي كده؟ اللي عايزة اقوله انه العمار ترابي مش هندحك على بعض يعني ايه بس خلي بالك انا مش هتكلم على العربي عشان العكس او الاكتنا بتاعتك انا بتكلم انك كده كده تطورتي من سنتين فاتو فممكن كمان سنتين تلقاته تتطوري اكتر وتقداري اتغاني ايو بس انا بتكلم في القانصت نفسه يعني هل ممكن تعبلي كده؟ اللي عايزة اقوله انه performance دي مش انه حد ينوبت عن stage performance انه واحد كمان ممكن يبدأ يفضل واقف ثابت بس يقدر تتطوري الناس مع الperformance بتاعته من هينما يعمل حاجة يعني ممكن مثلاً facial expressions بتاعته من هينما يعمل حاجة فممكن بعدين اغني لون مختلف بس انا طول عمري ببقى يعني الشرط بنسبالي لازم يبقى في stage presence حتى لو انا واقفة على stage لازم ابقى واقفة بطريقة انه الناس حابين يتفرجوا عليا حابين يسمعوا صوتي وحابين يشوفوا يعني يسمعوا الاخنية مني انا يعني the way انا i presenting the song فممكن حاجات تتطور في المستقبل بس طول الوقت لو انا بنوبت على stage ولو اوقف على stage something لازم يبقى فيه نوع من performance ده بالنسبالي اهام الحاجة والله احنا العربي طور جميل جدا شو؟ من اخر مرة هتباتي هتباتي كمان بسان طيب اكيد ده اكيد زي ما انت قلتي performance ليه اشكال مختلفة كتير بس تعالي نعرف كمان انت دلوقتي عملتي launch a CD في بيروت وعملتي دلوقتي في مصر والخطوة الجاية دوباي زي ما معنا بعد LCD بعد اللجاح LCD حاليا فنان مستقبل ايه الخطوة اللي جاية مش بتكلم على ألبن جديد بتكلم اي الخطوة اللي جاية في المستقبل يعني دايما كل فنان مت كبير او صغير بيبقى عندو بلان كدة حطوها نفسه تفتكلي ايه الخطوة اللي جاية اللي انت عايز تعاليها ايه لحاجة وعايز توصليها في نوعات اللي جاية فوز انا احنا اي اي؟ في حاجة معروفة بقولها لما الناس بيقولي واننما الناس بيقولي بيقولي what are your plans for the future ويقولهم تتعلم على الوقت هذه هي محلاتي أنا اتبعت عملت الألبم مبسوطة قوي بالألبم ودباي ومصر ولبنان الحمدلله أنه بعمل اللونش هناك وعملت اللونش هناك بصدامش كفية لسه في الوطن العربي كله أستطيع أن تتعلم كل مدينة والألبم ان شاء الله بعد دباي هينزل في الرجن يعني دباي ومحلاتي محلاتي تتعلم على الوقت ومع تتعلم على الوقت ويجب أن تتعلم هذا الألبم بما يجب أن تكون تنجح اكتما قوي ايضا بأنه سواءنجح فلازم تحوي الألبم الشخص فجري أكتر شوية فهذا ليس المسر ورد المستقبل أن يفعل هذا الألبم ويجب أن تنجح ان شاء الله الالبوم ينجح والعرف ان انك ما نزلتيش للاالبوم بقى في مصر ونظهر الاحداثة اللي كانت موجودة انت اللي اخترحتي كده ولا حد من التيم اللي بيشتغل معك هو اللي اخترح عليك كده انت نزلتي الاول في البيض نا يعني احنا كلنا عارفين ان مش هنقدر ننزله هنا وده الشرطي الوحيد كان اوكي لازم نستنى اكيد بس الشرطي الوحيد كان مصر لازم يبقى البلد دغري بعد لبنان يعني انا ما كنتش هقبل انه يبقى فيه نروح لبنان بعد انه نروح بلد ثاني وبعد انه نرجع مصر بالنسبعني ده كان جسدًا over the line يعني ان لبنان بنسبعلي زي بلد يعش الممتة لبنانية ومشتغل هناك كمان وكنت في ستاري كارمي هناك فا ايكسبت انه نعملو في لبنان بس انا شرطي الوحيد انه نعملو في مصر بس انا شرطي الوحيد انه نعملو في مصر وطبعا ما كنتش بس طبعا ما كنت هنازل اظم في الوقت ده انه ليس صحيح خلص انت فيه من مينجي وفي الاخر تقولي هي وكل الناس اللي بيشوفونا على ريديوهت بس كمان بيشوفونا اونلاين على ريديوهت واكيد انت فهمة انت ايب نسبالها وهي ايب نسبالك فا تبداري تقول للم يعني ما فيش ما بسكرش انه في كلام اقدر اطلعها من بقى لك ما انت اكتبه رجع ريديوهت رجع ريديوهت رجع ريديوهت لن نعملها بيشي اقدرها بل اطلعه ترجمة نانسي قنقر